اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اليوم ولها تأثير على حركة الاسعار وقت صدورها وسوف يكون لدينا حزمة هامة من البيانات على الدولار الامريكي تبتدأ في تمام الساعة الرابعة وخمسة واربعون دقيقة مساء بتوقيت مكة المكرمة وهو خبر مؤشر مديرين مشتريات الصناعي وأيضا مؤشر مديرين مشتريات الخدمي وفي ذات التوقيت على الدولار الكندي يصدر قرار الفائد الصادر عن البنك المركزي الكندي وفي تمام الساعة الخامسة مساء سوف يصدر على الدولار الامريكي تقرير مبيعات المنازل الجديدة وفي تمام الساعة الخامسة والنصف أيضا يصدر تقرير مخزون النفط الامريكي الخام إذن أخواني الأعزاء نبتدأ فقرة التحليل الفني والاقتصادي بتحليل مؤشر الدولار الامريكي الدولار الانديكس ونشاهد أخواني الأعزاء مؤشر الدولار الامريكي لا يزال يتماسك بالرغم من سلبية البيانات الأمريكية حيث أننا شاهدنا خبر تقرير مبيعات المنازل القائمة يشكل رقم سلبي أقل من الرقم السابق وأقل من التوقعات إلا أن مؤشر الدولار الامريكي لا يزال يتماسك أعلى سعر الإغلاق السابق وعلى مستوى المئة وأربعة في إشارة لرفض الأرقام السلبية والتمسك بمكاسبه ولكن لن نشاهد عودة الإيجابية ومحمل الخسائر السابقة للدولار الامريكي إلا بعودة المراكز الشرائية على مستوى المئة وخمسة واستمرارية الأسعار أدنى المئة وخمسة لا تزال تضع المؤشر تحت تهديدات السقوط الذي لم تبدأ إلا بعودة الأسعار أدنى مستوى المئة وأربعة إذن أخواني لعزانا ننتقل إلى تحليل زوجة اليورو دولار ونشاهد زوجة اليورو دولار يعود للتراجع وثبات الأسعار أدنى الواحد فاصلة صفر تسعة آلاف لا يزال يرجح استمرارية التصيحات البيعية الهابط الذي تستهدف الواحد فاصلة صفر ثمانية آلاف وواحد فاصلة صفر سبعة آلاف خلال التداولات القادمة أو لن يلغى هذا السيناريو البيع الهابط إلا بعودة الأسعار أعلى مستوى الواحد فاصلة صفر تسعة آلاف إذن أخواني لعزانا ننتقل إلى تحليل زوج الباون دولار ونلاحظ زوج الباون دولار لا يزال يتداول تحت الضغط وحتى اللحظة أخواني لعزانا استمرارية الأسعار أدنى الواحد فاصلة ثلاثون ألف لا يزال يرجح الكفة البيعية والذي لن تستعنف إلا بكسر مستوى الواحد فاصلة ثمانية وعشرون ألف وخمسمائة إذن أخواني لعزانا ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني ونشهد الزوج لا يزال يتداول تحت الضغط وبقاء الأسعار أدنى المائة وثمانية وخمسون ين مقابل الدولار الأمريكي الواحد لا يزال يرجح الكفة السلبية البيعية الهابطة والذي تستهدف مستوى المائة وخمسون ين ومستوى المائة وخمسون ين مقابل الدولار الأمريكي الواحد على المدى المتوسط إذن أخواني لعزانا ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الفرانك السويسري ونشاهد الزوج حتى اللحظة لا يزال يتداول أعلى مستوى 0.89 ألف والذي إذا نجح بالارتكاز أعلاها والتماسك أعلاها قد نشاهد الدخول في ظل تصحيحات إيجابية تعيد اختبار 0.90450 إذن أخواني لعزانة انتقل إلى تحليل زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي وحتى اللحظة نشاهد الزوج لا يزال يتداول تحت الضغط وبقاء الأسعار أدنى 0.66700 لا تزال ترجح الكفة البيعية التي تستهدف مستوى 0.65000 إذن أخواني لعزانة انتقل إلى تحليل زوج الدولار النيزولندي مقابل الدولار الأمريكي ويستمر الزوج بالتراجع وسلسلة الخسائر وثبات الأسعار أدنى مستوى 0.60000 يرجح الكفة البيعية التي تستهدف مستوى 0.58500 إذن أخواني لعزانة انتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي وهناك محاولات باستئناف الصعود مجددا وتخطي مكتمل الشروط والأركان على فريم الأربع ساعات لمستوى 1.37500 يؤهل الزوج لاستئناف موجة المكاسب والصعود صوبى 1.39000 إذن أخواني لعزانة ننتقل إلى تحليل زوج الباونديان الملقب بالمجنوها هو يدخل في ظل الموجة الهابطة وثبات الأسعار أدنى مستوى 204 يرجح باستمرارية التراجع إلى مستوى المائة الاسترليني الواحد إذن أخواني لعزانة ننتقل إلى تحليل زوج اليورو ين ونشاهد هو الآخر مع قوة اليورو ين يتراجع واستمرارية الأسعار أدنى مستوى المائة وسبعون ين مقابل اليورو الواحد لا يزال يرجح الكفة البيعية الذي تستهدف مستوى المائة وستة وستون إذن أخواني لعزانة ننتقل إلى تحليل زوج اليورو مقابل الجنيني السترليني ونشاهد الزوج حتى اللحظة يحاول العودة للمسار الهابط واستمرارية الأسعار أدنى الصفر فاصل أربعة وثمانون ألف وخمسمائة يرجح الكفة البيعية والذي لن تستانف إلا بكسر مكتمل الشروط والأركان لمستوى الصفر فاصل ثلاثة وثمانون ألف وسبعمائة إذن أخواني لعزانة ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الليرا التركية ونشاهد أخواني لعزاء الزوج لا يزال يتداول في ظل السيناريو الإيجابي الصاعد بالتزامن مع تثبيت سعر الفائدة عند مستويات 50% بالنسبة لليرا التركية إلا أن الزوج لا يزال متماسك ومثل ما ذكرنا سابقا تداول الأسعار أعلى 32 ليرا ونصف مقابل الدولار الأمريكي الواحد لا يزال يرجح الكفة الإيجابية والذي لن تستانف مجددا وتنهى هذه التصحيحات الهابطة إلا بعودة المراكز الشرائية على 33 ليرا مقابل الدولار الأمريكي الواحد إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي ونشاهد البيتكوين يفشل بتخطي مستوى 68 ألف دولار وفشل تخطي هذا المستوى الهام قد يدخل البيتكوين في ظل تصحيحات تعيد اختبار مستوى 60 ألف دولار مقابل البيتكوين الواحدة وهو مستوى الحجز النفسي الهام جدا والمصيري في تحركات البيتكوين إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل الإيثيريوم مقابل الدولار الأمريكي نشاهد الإيثيريوم حتى اللحظة إذا نجح بكسر مستوى 3400 دولار قد يتخلى عن مكاسبه ويبدأ بالهبوط صوب مستوى 3000 دولار إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل الريبل نشاهد الريبل أخواني لعزاء يتراجع ويتخلى عن مكاسبه واستمرارية الأسعار أدنى سعر الإغلاق السابق وهو ال61 سنت قد نشاهد هبوط الأسعار إلى مستوى 55 سنت والذي بكسره قد يتخلى الريبل عن جميع مكاسبه السابقة ويهبط إلى مستوى 45 سنت إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل ملك الملاذات الآمنة الذهب ومثلما تحدثنا في التحليل السابق أخواني لعزاء أن الذهب يشترط لاستئناف هبوطه هو تأكيد الكسر لمستوى 2400 دولار وتحدثنا عن أهمية هذا المستوى وبالفعل أخواني لعزاء لم تحقق شروط الكسر لهذا المستوى بناء على قاعدة السلوك السعري والذي شاركناكم بها في الفيديو التحليلي المفصل لاستعراض وشرح شروط الكسر والاختراق وسوف أرفقه لكم في قناة الواتساب لاحقا بإذن الله ولكن حتى اللحظة أخواني لعزاء عودة الأسعار أعلى 2400 دولار مقابل الأنصة الواحدة سوف يقود الذهب لمحو بعضا من الخسائر السابقة والصعود صوب الـ 2440 دولار وقد نشاهد 2480 دولار إلغاء هذا السيناريو التفاؤلي ونذكر أخواني لعزاء أننا نترقب بيانات هامة جدا على الدولار الأمريكي خلال الساعات القادمة في تمام الساعة الرابعة و45 دقيقة مساء بتوقيت مكة المكرمة لدينا خبر مؤشر مديري المشتريات الصناعي والخدمي وفي تمام الساعة الخامسة مساء لدينا تقرير مبيعات المنازل الجديدة وأيضا في تمام الخامسة والنصف مساء لدينا تقرير مخزون النفط الأمريكي الخام جميعها بيانات سوف تؤثر على تحركات الذهب وبإذن الله تعالى كالمعتاد سوف أكون معكم في فقرة التحديث الصباحي لتحركات الذهب وهو ما يعتبر تحديث وأبديت لهذا التحليل ألهام جدا وأيضا سوف نكون معكم في تغطية بإذن الله تعالى خاصة حول هذه البيانات فكونوا معنا ونتشرف بانضمامكم في قناة الواتساب والذي يمكنكم الانضمام إليها بشكل مباشر من خلال الرابط المرفق في صندوق التعليقات لهذا المقطع على اليوتيوب وأيضا لا تنسوا الاشتراك في هذه القناة من أجل أن يصلكم كل التحديثات أولا بأول إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل النفط الخام ونشاهد النفط الخام يستمر بالتراجع والكسر لمستوى الثمانية وسبعون دولار قد يؤدي إلى استمرارية التراجعات لأسعار النفط الخام صوب مستوى الأربعة وسبعون دولار واثنين وسبعون دولار مقابل البرميل الواحد إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل الفضة ونشاهد الفضة تحاول أن تتحاشى الخسائر وعودة الأسعار أعلى 29 دولار قد تمنح الفضة بعضا من الإيجابية لصعود صوب الـ 31 دولار مجددا ولن يلغى هذا السيناريو الإيجابي التفاؤلي إلا بعودة الأسعار مجددا أدنى 29 دولار إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل الغاز الطبيعي لنشاهد الغاز الطبيعي هو يحاول العودة لاستئناف الهبوط وعودة الأسعار أدنى مستوى 2 دولار فاصلة 23 سنت بكسر مكتمل الشروط والأركان على فريم الأربع ساعات قد يؤدي بالهبوط للغاز الطبيعي إلى مستوى 1 دولار فاصلة 60 سنت خلال التداولات متوسطة الأجل إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل قائد السوق الأمريكي مؤشر الداو جونز الصناعي وبالرغم من التداولات والتمحور حول المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم إلا أن مؤشر الداو جونز لا يزال يحتفظ بإيجابيته أعلى مستوى الـ 40 ألف ومثلما تحدثنا في التحليل الفني ثبات الأسعار أعلى الـ 40 ألف لا تزال تمنح الأفضلية الإيجابية لمؤشر الداو للصعود صوب الـ 41 ألف و 42 ألف و 400 ولن يلغى هذا السيناريو إلا بكسر مستوى الـ 40 ألف إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر ستاندردان بورزة الـ SB500 نشاهد أن الـ SB500 يحاول إنهاء التصحيحات الهابطة واستعادة المراكز الشرائية ولن ينجح بتحقيق استعادة سيطرة على الزخم الإيجابي بصاعد إلا باختراق مكتمل الشروط والأركان لمستوى الـ 5600 ألهام والذي يلتحم معه المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر النازدك الأمريكي نشاهد النازدك لا يزال تداول تحت الضغط وبقاء الأسعار أدنى الـ 20 ألف و 200 لا يزال يرجح الكفة البيعية والذي لن تستانف إلا بكسر مكتمل الشروط والأركان لمستوى 19 ألف و 600 إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر رسيل الأمريكي نشاهد الرسيل يحاول إنهاء التصحيحات وثبات الأسعار أعلى الـ 2200 قد يقود الرسيل لموجة مكاسب تستهدف الـ 2300 و 2400 على المدى المتوسط إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر الفوتسي الإنجليزي نشاهد الفوتسي يتراجع مقتربا من مستوى هام جدا مستوى 8150 والذي بكسره سوف نشاهد هبوط الفوتسي الإنجليزي إلى مستويات تطال 8700 إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر الداكس الألماني نشاهد الداكس لا يزال يتمسك بمكاسبه وإذا نجحت الأسعار بتخطي مستوى 18600 قد نشاهد صعود صوب مستوى 19000 و 19400 على المدى المتوسط إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر الكاك الفرنسي لا يزال الكاك يقبع في ظل التداولات السلبية وثبات الأسعار أدنى 7800 لا يزال يرجح السيناريو الهابط الذي استهدف 7400 وما دونها إذن أخواني لعزاء ننتقل ختاما إلى تحليل مؤشر النيكي الياباني ومع قوة الين الياباني والعلاقة الأكسية ما بين مؤشر النيكي الياباني وليأن الياباني نشاهد النيكي يتراجع مجددا ولكن لن نشاهد الدخول في ظل موجة بيعية عميقة ومحو المكاسب السابقة إلا بكسر مكتمل الشروط والأركان لمستوى 39100 إذن أخواني لعزائي لو هنا نكون قد انتهينا من فقرة التحليل الفني اليومية أشكركم حسنا المتابعة وتقبلوا من يطيب التحيات وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر